اشتركوا في القناة هنأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مدرسة الإيمان على ما حققته من نتائج متميزة في مصابقة تيل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لتحدي القراءة منويها تنسموها بالجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة الإدارية والتعليمية في بدرسة الإيمان للوصول إلى هذه النتيجة والتي تركز على تشجيع طالبات منذ بدايات المراحل الدراسية على القراءة كوسيلة ضرورية لبلوغ مستويات أهم من البناء المعرفي والتنوع الثقافي والانفتاح على العالم وكمدخل أساس لبناء مهارات الانتقاء والاختيار والقدر على التحليل والاستنتاج وأكدت سموها أن هذا الإنجاز يأتي في سياقه الطبيعي بالنظر إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من ريادة ثقافية وتعليمية مشيرة في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للمرأة يؤكد في كافة أعماله وأدبياته على البدايات الأولى للنهضة التعليمية النسائية في مملكة البحرين والتي تأتي ضمن مسيرة مئوية عريقة لمجتمع آمن بأهمية العلم والثقافة والمعرفة حيث لم تكن المرأة البحرينية بعيدة عن هذه النهضة بل جزءا أصيلا فيها وهو ما يجسده شعار يوم المرأة البحرينية قرأت تعلمت شاركت وتخصيص أول يوم للمرأة البحرينية للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم كما أعربت سموها في ختام اللقاء عن تمنياتها لكافة منتسبي قطاع التعليم بالمزيد من النجاح والتوفيق في تقوية المسيرة التربوية والتعليمية في مملكة البحرين والتثبيت مكانتها الرائدة من جانبه ثمن سعدت الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات حرص صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة حفظها الله على متابعة مسار تقدم المرأة البحرينية في كل القطاعات مشيدا بجهود سموها على هذا الصعيد والمتمثلة في ارتفاع نسب مشاركة المرأة البحرينية وتنامي مساهماتها في الاقتصاد الوطني ومؤكدا في هذا الإطار على أن وزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدا في العمل مع المجلس الأعلى للمرأة على المضي قدما في تطوير البرامج المشتركة وأخذ دورها كاملا في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية لسيما وأن المرأة البحرينية تشكل 64% من القوى العاملة في وزارة التربية والتعليم و58% في الوظائف القيادية هذا وأشادت الأستاذة فرات عبد الحي طليمات مديرة مدرسة الإيمان قسم البنات بدعم قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله وتشجيع سموها المستمر للمرأة في جميع مراحيلها العمرية ودعمها وتمكينها معتبرة أن ما تحققه المدرسة من نجاح هو ثمرة جهد تواصل منذ تأسيس المدرسة قبل 25 عاما ونتيجة لما تبدله مملكة البحرين من جهود كبيرة على صعيد تطوير التعليم وتقدم المرأة البحرينية